على الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد تاب النشأ في طاعة الله يتميز بالهدوء والسكينة قليل الكلام حريص على نشر الخير يحب الدعوة إلى الله فيه حياء واتزان إنه الشيخ صالح آل طالب إمام وخطيب المسجد الحرام الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وإياك نستعين وإياك نستعين صدق الشيخ كبابة من سيراليون من تقريب جانجان الاسلامية من الفريطان نعم من الفريطان وإياك نستعين المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الساقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان من مخلق خلق من ماء دافق يخد من بين السلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبل السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالحزن إنه لقول والسلام على رسول الله وماده Beloved ones السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Frankly speaking I am lost of words I programmed myself to speak in a way introducing the shaykh but I have been notified from more than one place that the shaykh does not like being praised and that's why I am extremely constrained in my words to say anything more than just basic facts and I do not want also the shaykh to be upset if I keep on praising him but it is enough for you to know through the status what Allah has blessed him with and he has master's degree in comparative religion in comparative fiqh or Islamic jurisprudence from Jamatul Muhammad bin Saud in Riyadh he also has post graduate certificate in international law from Georgetown in America so he can speak to you in English but he prefers his mother tongue which I also support him for that also shaykh is a judge in the higher court of Makkah and the most important position which Allah has blessed him with that he is the Imam of Al-Haram Al-Makki for the past 10 to 12 years so he is as you can see the age is not really showing what kind of ma sha Allah talents has been given to him he is just about 40 years old so ma sha Allah jazahu Allah khairan for being with us here tonight today and he is going to highlight you all with whatever nassaih Allah blesses him with today wa jazakum Allah khairan championships of Allah ONEY also as a بإقرار الله أن يتقبل مننا وميكم صالح القول وعمل وأن يجمعنا دائما على طاعته وفي الأخرة فيه مستقر رحمته إنه ولي ذلك والقادر عليه بعد كل التعبير بسبب الله يتعبون منكم من الأشخاص من سنة أشكركم جميعا هذه الدعوة الكريمة وهذا اللقاء الطيب وخاصة دعوة فضلك أخي الكبير الشيخ الدكتور محمد أنور صاحب على لقياكم في هذه البلاد النائية من أرض الله الواسع I thank you all for inviting me to this blessed place, this blessed land and also special things coming to me which I do not deserve فجزه الله خير فقد امتن الله علينا بهذا الدين الجامع وهذه الأخوة التي تجمع دون تفريقة بين اللغات والجنسيات والألوان وهذا من نعمة الله تعالى على المؤمنين All praise you to Allah the one who has gathered us in one deen, one religion, one faith for which we have all submitted ourselves to a deen which is so conclusive, comprehensive it does not differentiate based on your colors, your origin, your ethnicity, your citizenship it is all about submitting yourself to Allah فإن الأخوة والاجتماع والاقتلاف والتعاون بين المسلمين هو من أعظم مقاصر للإسلام Brotherhood helping each others, supporting each others, being united together is among those most eminent issues of Islam which Allah has blessed us with لذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما هاجر إلى المدينة المنورة فأول عمل قام به هو بناء المسجد ومن أعظم مقاصر للإسلام ومن أعظم مقاصر للمسلمين ومن أعظم مقاصر لدعوتهم وتعليمهم ومن أعظم مقاصر لدعوتهم ومن أعظم مقاصر لدعوته are the ones who believe in Allah and in the hereafter وقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن أعظم مقاصر لدعوته ومن أعظم مقاصر لدعوته ومن أعظم مقاصر لدعوته ومن أعظم أنه لم ترى ومن أعظم مقاصر منها وعندما سأل عنها قالوا إنها ماتت في الليل فدفنوها وإن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم ومن أعظمه أين هو where is she قال أنه جمعت بشكل سادت ونحن باردتها وأنه لم أعظم فدلوه على قبرها وقالوا عن قبرها فدلوه علىه ثم أثى النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليها في قبرها ثم أثى النبي صلى الله عليه وسلم وقعوا له أين هيها في الجنة البقية وكانه صلى الله عليه وسلم وقعتها في صلاة الجنازة وهذا دليل على عظم أجر من يعتني بالمسجد وينظفه وهذا كثير من المهمة والمهمة 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 وينظفه كذلك النبي صلى الله عليه وسلم رأى مرة لخامة في المسجد فرضب رضبا شديدا وحكها حتى أزاله وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقعتها في احد الحلقات في المسجد فهل مجرد جداً و فهل مجرد جداً ذلك أن المساجد هي بيوت الله ومكان العبادة ذلك لأن المساجد هو المنزل الله سبحانه وتعالى وأن المسجد هو مكان لقيا المسلمين واجتماعهم على كلمة واحدة وكما قدمنا فإن الاجتماع والإئتلاف ونبذ الفرقة والخلاف فالمسجد هو المدى أن المساء والمسلمين و بالتالي فلا يجوز لنا أن نختلف أو نتقاطع أو نتهاجر حيث بأن نحن بالسلام لن يجب أن نكون بين نحن 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 بالعبة وهجب كأن ما نقول فأي الاختلاف والأبتعاد عن كتاب الله تعالى و سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكثبت عすごく لعبة أو أستاذنا ما نعطي مننا ونفتحنا المحبسات من القرآن واننا نسنة والرسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله تعالى يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهو فكتاب الله تعالى بينا واضح بينا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بين أي دين من خالفهما وقع فالاختلاف وما وقع الخلاف فالأمة والضعف والهوال إلا بسبب بعدها عن الكتاب والسنة ومن خلال المسلمين جميعا أن يجتمعوا على كتاب الله تعالى والسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وأن يبتعدوا عن أسباب الخلاف والفرقة والنزاع وأن يعتلوا ويحتموا برمز اجتماعهم وهو المساجد وأن يمعوا من أجهة الحمد والمساعدة فيها أو العناية برظافتها ورعايتها ورعاية البرامج العلمية المفيدة التي تقام فيها يجب عليها طاقت تخاف طاقت تخاف الطاقت والمسجد والمعكز الإسلامي والتعاون مع جميع المسلمين فيما يخدم رسالة المسجد ودفع المسجد مع تدخل الثقاء في المتحدة I repeat again the happiness which has been brought to my heart by meeting you all here in this masjid. And I relate to you the salam, the greetings of all those brothers from Saudi Arabia. وإحساسهم وشعورهم بالضابطة الإيمانية والأخوة الدينية التي تربطهم بكم. And I'm delivering also their feelings for you brothers and sisters so far away in these kind of countries where you are for which or for what they feel towards you regarding being Muslims and Islam. وإحساس وشعور المسؤولين في المملك العربية السعولية من الحكام والعلماء بواجبهم تجاه إخوانهم أين مكانا. And the feeling which the responsible people in the governments and other administrations are towards those who are in countries such as here. فأسأل الله تعالى أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان. I pray that may Allah bring Muslims blessings in all over the world. وأسأل الله تعالى أن يطفئ الحقوق والفتن. And may Allah subhanahu wa ta'ala stop any form of fit and trials, revolutions, including the war. وأن يضفع الفقر والجهل والمرق ويبعدها عن كل الناس. And may Allah subhanahu wa ta'ala also take away sins and trials and give ease to the Muslims. كما أسأل الله تعالى أن يصلح لنا ولكم الأزواج والذرية. And I also pray that may Allah subhanahu wa ta'ala make it easy on our wives and on our children to be among those who are amongst the righteousness. And may Allah subhanahu wa ta'ala protect us all. And may Allah subhanahu wa ta'ala give us the pleasures of this dunya and hereafter. And may Allah grant us the best, whatever we wish, of this dunya and hereafter. Oh my Lord, oh our Lord, please grant us the best of this dunya and hereafter. Oh our Lord, please accept our dua and make us among those who are blessed ones. Allah subhanahu wa ta'ala shallallahu wa ta'ala shallallahu wa ta'ala shallallahu wa ta'ala shallallahu wa ta'ala. Thank you. Thank you. Chazakumullah, Kaya Sheikh, for that very enlightening lecture. And I'm sure we will all take a lot from here today, inshaAllah ta'ala. Now just as a remembrance that you would, I know you will remember us for the rest of your life. But just something to keep reminding you of that. We have some small gifts to be given. I'll now call upon Sheikh Hamaitullah. Please come and present the first gift. Thank you. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنفى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلىها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى